موسيقى حلب تقدم العمل الإبداعي الأول في تعليم الموسيقى والغناء العمل الأول كتاب تعليم العود بدون معلم بواسطة الأشريطة المسجلة شرحا وعزفا على الكاستات وكاستات الفيديو وقد صدر هذا الكتاب منذ عام 1976 وتخرج منه 12 ألف عازف في العالم إن هذا الكتاب فريد من نوعه يقدم التسهيلات الممكنة لكافة الطلاب في كافة أنحاء العالم وقد أعطى ما لا يعطيه أي كتاب آخر أو أي معهد موسيقي آخر هذا الكتاب أرجو أن لا يكون موضع اعتزازي بقدر أن يكون حافزا للأخرين بأن يقدم بعض الشيء في خدمة هذا الفن الذي يخدم الإنسانية جمعا وشكرا أرجو أن لا يكون هذا العمل موضع اعتزازي بقدر أن يكون حافزا للآخرين أن يقدموا بعض الشيء في ميدان تعليم آلة العود وشكرا لكم عزيز الطالب بإمكانك أن تتقيد بتعليمات الكتاب في أول صفحة وثاني صفحة في التعليمات المهمة يجب أن تقرأها وتتقيد بها وخاصة في كل تمرين يجب أن تقرأه نظريا عدة مرات ثم تطبيقه عمليا أما فيما يلي هذه التعليمات المعلومات النظرية ستمر معنا من خلال الدروس ترجمة نانسي قنقر